يمكن احنا كلنا اكيد تابعنا الاخبار بتاعة الامطار في دولة الامارات وما الى ذلك وبالتأكيد يعني يقولنا نتمنى دائما انه يعني تبقى كل الامور يقولك ربنا يجيب العوائب سليمة الكلمة المصرية الشهيرة والكلمة المصرية الشهيرة بتاعت ربنا يجيب العوائب سليمة دي لازم تاخدك لحاجة تانية خالص تاخدك الى انه المصري ده تركيبة غريبة او يا اخي والله العظيم يعني لما بيبقى في حاجات زي كده عادة عادة مش بيقولك يعني ده الاصل في الامور عادة الناس بتنجو بأنفسها يعني يبقى فيه امطار تبقى فيه سيول تبقى فيه مش عارف كاء كل الناس بتحاول دايما تنجو بأنفسها يلا نفسي زي ما بيتقال المصريين مذهلين في الحاجات اللي زي كده مفيش حاجة اسمها يلا نفسي على الاطلاق المصري دايما جدع انت بتشوفه مثلا انه انت ماشي في اي طريقة في اي طريقة تبقى ماشي حصل مشكلة تلاقي ماء عربية عجلتها نامت ممكن يقف جنبها خمسين واحد مستعدين يغيروا العجلة أو يساعدوك وده يخد العجلة في عربيته عشان يروح يصلى حالك وده يساعدك فرفع العربية بالكوريك وده مش عارف يعمل ايه وده يسوي ايه وما الى ذلك لسه النهاردة الصبح كنت قاد عمال بتفرج على فيديو لطيف كده الواحد ده رجل مواطن أمريكي مواطن أمريكي مش من أصل مصري ولا عربي ولا حاجة فبيتكلم على انه لو انه جارك مصري هيتعامل ازاي مع أولادك فبيتكلم على انه هتلاقي جارك المصري بتعامل مع أولادك لأنهم أولاده ومستعد يقعد يأكلهم ويشربهم طول اليوم وانه ابنك هيبدأ يستأمنك لان انت منع عنه حاجاته وبتقوله يعمل ايه وما يعملش ايه انما المصري دايما بيقعد يهزر مع العيال ومستعد يتبنى الولد بشكل كامل وما إلى ذلك المصري يروحه حلوة والمصري عند اخوانا في الخليج دايما يوصفونا بوصف جميل جدا يقولك المصري بيدخل القلب المصري بيدخل القلب يعني ايه يعني المصري طيب حلو روحه جميلة وشه سمح احنا معرفين بدمينا الخفيف والدم الخفيف ده خلي بالك هو تراكم كبير جدا 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 من القرص الحضاري اوعى تظن ان خفة الدم هي بس مجرد زكاء المصري عنده زكاء الفطري بس تراكم الحضاري التراكم الثقافي اللي كون وجدانه ايا كان هو عنده كم سنة فانت بتتكلم على اي مصري عنده وجدان مكون لألاف السنين فدايما عنده زكاء دايما عنده سرعة بديهة دايما مستعد انه يتقبل اي امر في الدنيا برحبة صدر بل وبسخرية مطلقة لان المصري بيتغلب على اي شيء بالسخرية المصري بيتغلب على اي شيء لانه هو عنده يقين حقيقي ان بكرة دائما يحمل الافضل والمصريين من اكتر الناس مش اقولك احنا بس اللي بنقول ده لكن من اكتر الناس احنا كمصريين اللي دايما يقولك ايه ما تشيلش هم اللي عنده ربنا كتير ربنا هيحلها من عنده كل حاجة وبتنتهي كل الكلام ده دايما هتلاقيه على لسنة يقع في قزمة يقولك يا سيدي كله بيعدي عنده مشكلة مالية ما تقلقش هتتدبر مش عارف الفلوس عامل اللي عنده ربنا كتير اللي جاي احلى المصري كده انا بقولك ده لأمه ايوة احنا زي ما انت حضرتك اكيد متوقع احنا نتكلم على اخونا المصري المصرفي اللي اصبح ذائع الصيد جدا في كل المنطقة العربية واللي انقذ اسرة كاملة في اثناء السيول اللي حصلت في دولة الامارات العربية الشقيقة